ما الدليل على أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كل آبائه موحدون مؤمنون جملة من الأدلة ننتخب منها هذه الروايات الرواية الأولى في تفسير شيخنا القمي عليه الرحمة في المجلد الثاني الصفحة 125 بسنده عن أبي جعفر عليه السلام أي الباقر الذي يراك حين تقوم الإمام يفسر يقول في النبوة تقوم في النبوة تنهض بأعباء النبوة بمهام النبوة وتقلبك في الساجدين يقول الإمام عليه السلام في أصلاب النبيين صلوات الله عليهم نبيون لذلك كما قدمنا في الدرس السابق نحن نلتزم بأن والد إبراهيم إما أنه نبي أو وصي وللعلم حتى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله هناك قول عندنا بنبوته تصدق نبي نبي عندنا قول فضلا عن الوصاية وعن التوحيد موحد مؤمن ماكو كلام هذا لا يختلف به اثنان للعلم الآن إذا واحد شيعي يقول أنا ما التزم أنه والد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مؤمن نعوذ بالله يقول هذا مات على الكفر خارج عن التشير هذا خارج من ضروريات الإمامية الاعتقاد بأن آباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم موحدون مؤمنون أما سيقول مو نبي مو وصي هذا موضوع آخر بس عندنا قول عندنا قول أنه حتى والد نبينا صلى الله عليه وآله نبي النبي ممكن يكون نبي لنفسه يعني مو مأمور بأن يبلغ مو مأمور ليس مرسلا ليس مبعوثا لأحد بنفسه هو ولا أظن أحدا خبرة يعني الأدلة الشرعية عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يتوقف في مسألة أن والد النبي صلى الله عليه وآله له اتصال ما بالوحي اتصال ما هذا سواء كان نبيا وصيا عبدا صالحا بحيث ترسل له إشارات من السماء يعني احنا نلتزم بأن أم موسى مثلا يوحى إليها ونا لا نلتزم بأن أم رسول الله أو أبوه يوحى إليهما يعني يتلقيان إشارات من السماء توجههما إلى حياتهما إلى ماذا يصنعان وهما أبوا خير خلق الله والمعقود عليه آمال جميع الأنبياء صاحب خاتمة الأديان والشرائع شيء يعني لا يهضمه العقل إنجاز التعبير صار واضح؟ فمن جملة ما يستدل به على أنه كل أباء النبي صلى الله عليه وآله أنبياء أو أوصياء لا أقل أمثال هذه الروايات التي فيها هذا الإطلاق أيضا نقرأ في مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي عليه الرحمة في المجلد الرابع الصفحة 207 هذه الرواية المرفوعة إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال في أصلاب النبيين في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين يقول في أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه هذه أصرح من الأولى أو أكثر دلالة أو قوة في الدلالة من الأولى على أن عبد الله عليه السلام نبي لأنه يقول في أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه خليها في سياق واحد تفهم من نكاح غير سفاح من لدن آدم من لدن آدم عليه السلام أيضا نقرأ في نفس المصدر في مجمع البيان في المجلد الثاني الصفحة ثلاثمائة واثنتين وعشرين عن النبي صلى الله عليه وآله قال لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية سين قد تقول لي هذا أي دليل فيه فإن هذا الدليل أو هذا المنطوق يقتصر على بيان أنه تنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات لم يدنس بدنس الجاهلية يعني كان ما بينهم عقود أنكحة لا أنها لا كان فيه زنا ولا صفاح نقول لا إنه لما قال لم يدنسني بدنس الجاهلية التزمنا على أنه التزمنا بأنه كما أنه منزه عن دنس دنس السفاح فإنه منزه كذلك عن دنس الشرك لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فحيث إن النبي على الإطلاق نفى النجاسة والدناسة عن نفسه وآبائه النجاسة تعم أو الدنس يعم السفاح والشركة أيضا الكفر أيضا هذا كله دنس ونجس ورجس ونبينا منزه عنه ترجمة نانسي قنقر